بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومشتركين الكرام وتحية طيبة لكم أينما كنتم بير سيتاو هذا اللاعب الجنوب أفريقي اللي أثار الكثير من الاهتمام بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي وكيف لا يثير الاهتمام والجدل وقد أصبح محط أنظار أعظم نادي في القرن الأفريقي وأفريقي قاطبة ونحن نعلم أن أي لاعب اليوم يتمنى أن يرتدي قميص النادي الأهلي المرصع بالنجمات العشر الذهبية بير سيتاو الملقب بميسي جنوب أفريقيا صاحب الـ 27 عام واللي يلعب بمركز السيكون سترايكر والبلايميكر كصانع لعب وحتى في مركزية جناح الأيمن والأيسر هذا اللاعب يلعب بالقدم اليسرى ويجيد اللعب أيضا بالقدم اليمنى لاعب قوي مهاري طولة متر وخمسة وسبعين مراوغ ويمتلك مميزات فنية عالية المستوى هذا طبعا ما أكده حتى ابن بلده السيد مستماني اللي طالب بالتعاقد معاه عندما أشاد بهذا اللاعب وأنه سيكون رقم صعف الدوري المصري وسيكون هدية جميلة للدوري المصري الممتاز يمكن كان هناك تضارب عفوا في قيمة عقد اللاعب وربما هناك أكثر من وسيلة إعلامية تناقلت بعض الأرقام والأخبار ولكني أحاول أن أوصل الحقيقة بنسبة كبيرة لجمهورنا الكريم ومتابعين الأعزاء بدون أي محابات أو مجاملة أو تضليل هذا اللاعب قيمة السوقية في الترانسفير ماركت اليوم هي 3 مليون يورو وإيش شخص يقول غير هذا الكلام معلوماته ربما تكون منقوصة اللاعب وصل في 13 سمتمبر من عام 2019 إلى 6 ملايين يورو وهو أعلى قيمة سوقية وصلها اللاعب بتاريخه بعد تألقه مع كلوب روج البلجيك وحصولها على البطولة البلجيكية هبطت قيمة السوقية إلى 5 ملايين يورو في 30 مارس عام 2020 وعندما أعير إلى أندرلخت أصبحت قيمة السوقية 4 ملايين يورو وتحديدا في 8 أبريل 2020 طبعا بعد تألقه مع الفرق البلجيكية استعاد ناديه الإنجليزي برايتون ألبيون وأصبحت قيمة في 18 مارس 2021 3 ملايين يورو 500 ألف وبسبب عدم اشتراكه بشكل مستمر مع الفرق الإنجليزية أو مع فريق الإنجليزي تراجعت قيمته في 8 يونيو حزيران الماضي إلى 3 ملايين يورو وهذا باعتقادي ومن وجهة نظري من حظ النادي الأهلي لأنه في هذه الحالة عندما تتعاقد مع لاعب مثل هذا المستوى لمدة 4 سنوات فإنك سوف تدفع 750 ألف يورو فقط في الموسم الواحد وهو رقم ليس كبير في لاعب يمتاز بالقدرات الفنية والمهارية الهائلة وخاصة إذا تذكرنا بعض الأرقام التي دفعها النادي الأهلي في بعض اللاعبين ومنهم رمضان صبحي وغيره ولكن هناك مسألة أيضا يجب أن أدرج عليها وأذكرها أن الأهلي ربما سوف يدفع قيمة شراء عقد اللاعب المتبقية مع ناديه الإنجليزي والتي تمتد إلى 30 يونيو من 2022 أنا من وجهة نظري أن المفاوض الأهلاوي ذكي ومناور وثعلب في مساء الحسم الصفقات وأتوقع أن النادي الأهلي سوف يحصم هذه الصفقة بأقل قدر من التنازلات الممكنة لأن اللاعب أولا لا يلعب بشكل مستمر مع ناديه بسبب قوة الدوري الإنجليزي ووجود اللاعبين الأجانب من شتى أنحاء العالم في هذا الدوري والأهم من هذا كله أن مدرب برايتون السيد غراهام بوتر يلعب بنظام لعب 3-5-2 وهذا النظام لا يتناسب ولا يخدم اللاعب في أن يكون متواجف التشكيل الأساسي وكذلك لوجود منافسة قوية من أكثر من اللاعب في نفس المركز وعلى رأسهم طبعا آدم للانا، أليستر، المصاب ويلباك والإنجليزي سولي مارش وكذلك لرغبة اللاعب في الانتقال والذهاب إلى النادي الأهلي اليوم اللاعب مرتبته في موضوع القيمة السوقية بين كل اللاعبين في جميع أنحاء العالم 2517 وترتيبه هو الأربعمية بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز والمرتبة 23 بين لاعبي نادي برايتون البيون الإنجليزي ورقم واحد في جنوب أفريقيا أما الرقم المميز الذي يمكن شد انتباهي والذي أثار عندي الكثير من الأمور هو أنه المركز 31 بين جميع اللاعبين الذين يلعبون كمهاجم ثاني و225 على العالم بين جميع اللاعبين من مواليد 1994 هذه مواليد اللاعب طبعا طبعا أرقام وأحصاءات تاو مميزة جدا لعب 187 مباراة مع الفرق اللي مفتلها سجل 45 هدف وصنع 50 هدف وهي نسبة جدا ممتازة للاعب يلعب كsecond سترايكر يعني مهاجم ثاني وكصانع لعب أو جناح يمين أو يسار لعب مباراتين في كأس العالم للأندية سجل هدف على فريق جيون بوك الكوري وثلاث مباريات مع برايتون الانجليزي في البريمر ليك صنع هدف واحد في مبارات ويست هام اللي انتهت بالتعادل ولعب ثلاث مبارات في كأس الاتحاد الانجليزي وأيضا لعب خمس مباريات في البطولات الأوروبية ثلاث في دور الأبطال واثنتين في الدور الأوروبي مع الفرق البلجيكي اللي يمثلها طبعا مع صنداونز لعب هذا اللاعب 102 مباراة سجل 24 هدف وشارك في 25 مباراة مع منتخب بلاد جنوب أفريقيا وسجل 12 هدف وكان من ضمن قائمة منتخب بلاد اللي أقصت منتخب مصر من كأس أمم أفريقيا بيرسيتاو حصل على خمس بطولات في تاريخه الكروي إلى الآن وبالتأكيد وهذا الممكن يتفق معي جمهور الأهل العظيم أنه سوف تتضاعف هذه البطولات لأنه عندما يلعب مع النادي الأهلي صانع البطولات وباني الأمجاد الكروية فبالتأكيد سيحصل على كثير من الإنجازات والبطولات بطولاته مع الفرق اللي يمثلها بطل بلجيكة مع كلوبو بروج وبطولتين محليتين مع صنداونز وبطولة دوري أبطال أفريقيا مع نفس الفريق موسم 2016-2017 وكأس السوبر الأفريقي أيضا مع صنداوز عام 2016-2017 لاعب العام مع رويال يونيون عام 2018-2018 أو 2018-2019 وهدى في الدور الممتاز لجنوب أفريقيا بهدع الشدف من وجهة نظر المتواضعة أنها صفقة مدوية ومؤثرة سيكون لها وقع كبير من الناحية الفنية وخاصة في مسألة المميزات الفنية للتوجهات التكتيكية للسيد موسماني والنادي الأهلي التي تتعلق ببعض الخيارات المهمة والجوهرية في مسألة التزديد من خارج منطقة الجزاء لما يمتلك هذا اللاعب من قوة تزديد هائلة في القدم اليسرى أيضا الضربات الثابتة التحرك السريع بدون كرة واللعب الجماعة المركب وأيضا تغيير اتجاه اللعب مثل ما ذكرنا لأنه هذا اللاعب سريع وقوي ويمتلك خاصية مهمة في عمليات التحول وأنا أعتقد أن هذا اللاعب سيضيف الكثير للفريق من الناحية الفنية ومن الناحية الاستثمارية والتسويقية وسيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي سواء كبليميكر سواء كمهاجم سواء كلاعب جناح تكون هناك مرونة تكتيكية حتى في النظام للعب بالفريق طبعا وجود تاو سيتسبب بعدم مشاركة بعض اللاعبين بشكل أكبر بمعنى أنه سوف تتضاء الفرص مشاركتهم بالمباراة وربما تصبح معدومة معدومة نوعا ما وعلى سبيل المثال للحصر مروان محسن أجاية بوالية وحتى كهرباء لذا على إدارة النادي الأهلي أن تقوم بتسويق بعض هؤلاء اللاعبين بشكل جيد لتمويل الصفقات الجديدة مع الأخذ بنظر الاعتبار قوة الدكة لأنها عامل مهم في تحقيق الإنجازات والبطولات متمنين للأهلي حسم مباراة الإسماعيلي غدا إن شاء الله وبإذن الله ومشيئة الرحمن